اشتركوا في القناة هو الضيف في مباراة اليوم نادي أبهل قبل أيام قليلة التقوا في دور الثمانية من مسابقة كأس سيدي خادم الحربين الشريفين وفاس النصر بنتيجة 3-1 اليوم هي المواجهة التي تحمل رقم عشرة في تاريخ المواجهات المباشرة في دور المحترفين هنا أجواء خيالية في أرضية استاد مرسول بارك هذا الملعب الذي افتتح في عمني بالآخر السيد رويل كومنز هنستعد من أجل أحداث البداية وصافرة البداية تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفة خيباري نقل واحدة في اليمين عند السلطان الغنام إلى كرة طويلة أمامية محاول عدل برازيلي أندرسون تاليشكا مع الكرة تاليشكا يعدل على يساره أندرسون أندرسون يعلي واحدة عليها في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها في رأسه كانت صعبة عليها والمعاها والكرة إلى غدكشيش مشاربوف وعلي لجامي وضربة حرة عند سعد بجير فيها اختورة لأبهة فيها اختورة لأبهة وهنا سعد بجير سعد بجير ونوافل عجيدي رجعت على طول عند أمين تسعتوشي أمين عطوشي يجب ثلاث مباريات في مونديال كأس العالم بيقول إيه؟ بيقول إيه راباليني بعد العودة للقار راباليني بيقول الكرة تسلل بيقول الكرة رائعة مرفوعة وتسلل بيقول إيه بقى السيد راباليني شوف هنا اللقطة بيقول إن فيها تسلل على أمين الدفاع من جانب نادي أمصر 11 دقيقة عزيز المشاهد عزيز المستمع ولا يزال التعادل السلم قائم سلطان الغنام لكن قطع منه سعد سلولي عبدالله الزوري يمر الكرة عند فليبنك هيسيده إلى سعد سلولي ولكن عبدالإله العمري هو اللي يعمل التاكلينج ويطلعها لخارج الملعب وإلى تماث شوفنا عبدالإله العمري اللي كان تقلق مع الأفضل فيه مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين والكرة اللي الضغط عليه فيها في اللقطة الماضية سلطان الغنام وطلعت الكرة إلى رمية التامس مع الكرة فليبنك يسيدو لعيد كويس أو فليبنك يسيدو يمر الكرة ولكن عالفارج وانزالز يعمل رمية التامس في وسط الملعب عند عبدالله الخيبري على الأرض إلى أندرسون تالشكا إلى كرة أمامية محاولة عند جوستافو ولكن المرة دي بقى بتغطيع حاضرة من سعد ناطل فيصلي مفتقدين وشوف بقى منظر الجمهور اللي حاضر شوف منظر الجمهور اللي حاضر هنا في أرضية استاد مرسول بارك ملعب لك الرباليني بيولي لعب أصليه يمرر عند غريب غريب مع الكرة لتمرينة أمامية وهنا المحولة رونالدو 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 راكب من أمامه سعد ناطق وحكم المبارا بيولي لعب فرصة بالضيع على النصر هنا النون هنا رونالدو وهنا سعد ناطق في التوقيت يعني التوقيت الصح التوقيت المثالي يحط قدمه ويطلع الكرة إلى نزلت عند الصلاهم اللي يرجع عند عبدالله الخيبري في مكان صعب لكن هو يتعطع وردت مرة تانية بحاولة من اليمين عبدالفتاح آدم آدم ولكن التزديدة بين أحضان نواف بين أحضان نواف العجيبة كايسيدو بدأ ينزل يستيل من وسط الملعب وبيتحرك قوة بدنية هائلة لسعد نسلولي البيانية وحاولي آدم اللي يسدد ضغط عالفا وغنزالز وبيحاول أن هو يظهر له عبدالفتاح آدم مسعيد يلعب العرضية العليا ولكن عالفارا جونزالز نزلت عبدالسعد الجير هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا عبدالفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض أنه يحتفل دفاعا عند أمين عطوشي أمين عطوشي بتمريرة عاممية طويلة وهنا المحولة والضغط من عبدالفتاح آدم لكن وافأ العديدي عن الكرة لويز قوستافو من الجنب سلطان الغنام الف الركنية العليا والرأسية لسه محاولة عبدالله العمري هنا الصفوط حكم الموضوع هنا محاولة المرتدة السريعة آدم سريع في المساحات عبدالفتاح سريع في المساحات مر كويس من عبدالله العمري ولعب البينية الحلوى لسعد سلولي سعد سلولي العب البينية يا راجل يا راجل افتعم تمريرة لعبدالأحمن غريب عن تاليسكا أصليهم لعب الكرة إلى غريب غريب من الجانب الأيسر جوه منطقة الجزاء تاليسكا ورونالدو غريب غريب العرضية علي بالغريب ولكن الزوري طلعها تنزل عند زكريا سامي لعب الكرة عند كايسيدو 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 خطيرة 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 وهنا التدخل والإنظار على عبدالله الخايبري ما اللي بيتكلم وسعد بجير من مسافة 32 متر تقريبا وسعد بجير سعد بجير خبطت في الحيطة ولكن نواف العديدي يطلع يتعلق ويمسقت في وسط ملعب أبها تحصل على خطأ على اللي أمامنا على إدريس صديقي اتلعبت سريع عند عبدالرحمن غريب يا لعيب يا لعيب يا عبدالرحمن يا غريب لكنها خبطت في المدافئة وغيرت اتجاهها وإلى ضربة ركنية من نصيد نادي النصر شوف الكورة شوف غريب ولولا أن هي لمست قدم سعد ناطق اتلعبت نزلت في وسط الملعب عند سعد بجير سعد بجير يمرر هنا التدخل من أصلاهم وخطأ ضربة حرة من نصيب سعد أسلولي وإنظار لمس على الأرض فيها تمريرة من جوستافو في اليمين عند سلطان الغنام الغنامي لف عرضية عالية ولكن أمين عطوشي يحط رأسه ويطلع الوحدة في الجانب العيسر لغسلا كونان العرضية عالية على القائم الثاني بصت عند سلطان الغنام فيها أخطورة فيها أخطورة فيها أخطورة العرضية فيها أخطورة والتزديدة من غريب لكنها علية عن العرضة وكرة إلى صلاهم عبد المجيد مع الكرة عبد المجيد عايزي عندي مرارة حلوة عند رونالدو هنا رونالدو عرضية من رونالدو ومحاولة لكن أمين عطوشي هو اللي يحط قدر تمرير على الأرض عند عبدالله الخيبري يلعب الكرة عند غسلا كونان كونان يلف العرضية جوه المنطقة رونالدو استلم هيا للصلاهم ولكن زكريا سامي يضغط ويقبط الكرة وقت تبعه 40 دقيقة تغييد الثعب في الجانب الآيصر عند صلاهم استلم حكم المباراة بيقولنا فرش أي حاجة لصلاهم لعب الكرة إلى كونان عرضية حلوة حلوة محاولة عدة نسكة لكن استضم بالزوري عند ألفارو جونزاليس اللي بيهيئها إلى لويس جوستافو جوستافو يلعب كرة عالية حلوة وصلت عند غريب ولكن من غير تركيز تطقتل سعد السوداء لكونان هيرجع لجوستافو رجع عند لويس جوستافو عرضية رونالدو براسه ولكن في النهاية سهلة سيطر عليها ومعها صافرة أحداث شوت اللقاء الأول ينتهي مرم بالفعل نزل مكان عبد المجيد أصل لهم هيبقى نادي النصري مع بداية حكم الساحة صاحب الأربعة واربعين سنة نادي أبها اللهيب على يسار الشاشة بيلعب بحارس المرمى ديفيز إباسي على يمينه سعيد اليامي على يساره عبدالله سوري قلبي دفاع من عطوشي وميجوار لكن بص الكرة جوه المنطقة غريب غريب لعرضية من غريب لتاليسكا يلعب يلعب لكنها بمحاذاة القائم الأيمن أول كرة خطيرة بعد خمستاشر ثانية عرضية روعة من غريب قابل معاها غريب يمر الكرة غريب لكن خمطت في سعد الجير خدها غريب وهنا بقى الدفعة ومرة تانية فرناندو رابباييني يحتسب خطأ لمس لمسة في وسط ملعب نادي أبها بأقدام لعيب النص إلى جوستافو اللي لعب الكرة إلى غسلان كونان كونان من الجانب العيصر يمر يا لعيب يا لعيب ولكن المرة دي بقى تكلج من سعدنا إلى غسلان كونان حافظ عليها إلى جوستافو جوستافو من الجانب الأيصر العرضية علي علي إيباسي تلع نزل سيتانيسكا ولكن ما سيطرش عليها وسلمات محمد مران إن شاء الله بسيطة شوف هنا إيباسي وشوف هنا التدخل ما بينه وما بين سعد ناطق وعبدالإله العمري ألف سلام عليك يا عبدالإله أنت وسعد ناطق وألعب إلى غسلان كونان كونان يلعب عرضية حلوة مران استلم على سيدرو مران بيحاول ولكن هنا كونان تتقطع يضلط الخيبري إلى مران مران بينيه حلوة لغريب غريب يا راجل يا راجل عندك زويتين يا راجل لكن يسدد ودي بسي باسي هو اللي يتصدلها ويمنع هدف محقق يا ولدي الخيبري ويلعب يا مران حلوة من غريب ولكن وحش دي بسي باسي وحش دي بسي باسي إلى ركني يا راجل فرص طائعة من النصر بجير تلقى له عن اللي يصل عبدالل الزوري الزوري لف عرضية حلوة 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 لكن يطلع العمري ترجع إلى زكريا سامي بينيه حلوة يا لعيب ولكن نواف العجيدي والمرة دي غسلان كونان لسه الخطورة ويطلع يمسكها نواف العجيدي ومطالبة من رجل عليها على يمينه سلطان الغنام لقى بالكورة إلى سلطان اللي أرسل عرضية علي حيوة رونالدو برأسه لكن المرة دي يضغط دفاع أبا كويس عرضية مرغيستر كورن اللي غريب غريب جوه المنطقة هاي الفتاقتية سعيد اليامي ألفارو جونزاليس ألفارو ينقل الكورن لكن تتقطع دي خطيرة لأبها دي خطيرة لأبها وهنا عبدالإله العمري هو اللي يرحل أبل رونالدو ولكن سعيد اليامي يعطى لسعد الجير بتمرير أمامية هنا الانطلاق كمال عبدالفتاح آدم ولكن ألفارو جونزاليس في التويس كورة عند عبدالله الخيبري إلى عبدالرحمر غريب غريب يلعب كورة طويلة علي تاليسكا استلم تاليسكا تاليسكا مرغب عرضية لكن أفليه للمرغب لعين تأب لكن هم مصمينين عند أقلات الكتيرة في وسط الملعب إلى بينية حلوة حلوة لسلطان الغنام حلوة لسلطان الغنام دفاع أباكن حتى اللحظة يعانده دفاع أباكن على الأرض من عبدالإله العمري إلى جوستافو جوستافو لعب واحدة حلوة في الجانب الأيسر إلى غسلان أرضية من غسلان لكن عبوشي طلع نسلس لجوستافو يخذها على الطاير لكن للعب إلى مرتدة سريعة سعد بجير لبص سريع لعب الفتاح آدم لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لعب بينها حلوة لسعد بجير ولكن مستكوناك والكورة علي الحسن لمس الكورة عنده مران مران يا ولد إلى الحسن مرة تانية من جديد علي الحسن هرب 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 علي صادق الحسن لقب على الأرض إلى مران شوفينيه التدخل لكورة من جوستافو إلى تاليسكا تاليسكا لقب الكورة لرونالدو رونالدو وسع رونالدو رجعت لي تاليسكا يا راجل يا راجل وأعتقد أن إثارة المباراة بدأت فيه أكشن جاي في الماتش ورونالدو بقول لهم يلا يأخي رونالدو ده بسمك ما شاء الله عليه يقصد ملعب تاليسكا بتلاقيش أي حد إلا أمين عطوشي سعد بجير فيه تغييرين قادمين وبينيه حلوة لعد الفتاح آدم آدم العجيدي لو يصل العجيدي يا تأرحك ربا يدي بدأ دلوقتي بيحاول نادي أبهل أنه يضيق الخنات وليصل لأدف تاني يصل لأدف تاني يا راجل يا راجل يا راجل يا عبد الفتاح يا آدم اتلعبت له حلوة من سعد بجير لعب كبير قوي سعد بجير لعب بينيه حلوة عدى عبد الفتاح آدم اللي راح ينفراد يا أولاد يا سعد يا بجير واشوف هنا المراد يعد الفتاح آدم حط الزلطان الغنم في ظهره لكن التزديدة مرت لخارج الملعب مران يلعب عرضية علي مران وهو العبد فيه الزمرون عبدو وإلى ضربة مران تلعب ضربة المرمى العالية تنزل في وسط الملعب المراد يعد غريب يستلم قدامه بساحة قدامه بساحة غريب وسع غريب وسع غريب وسع لعب الكورة عايز يمرر عند تانيسكا لكن تتأتى إلى مرتدة ولكن يصفر بقى حكم الملعب وضحاءة الصد بتاعه في أرضية الملعب رونالدو من مسافة بعيدة رونالدو يسدد رونالدو صاروخ ماديرا يسجل رونالدو يسجل بتربح حراب ودشرة والله زمان يا رونالدو والله زمان يا رونالدو صاروخ ماديرا يعيد الأصر من جديد إلى الملعب رونالدو واحد 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 عد يحاول في كاس العالم إنه يجيب من فاول ما تزمدش من فين ما تزمدش لكن رونالدو على يمين على يمين إباسي رونالدو يؤيد النصر إلى المباراة من جديد واحد واحد كريستيانو يسجل تاسع أهدافه وهدف من ضربة حرة مباشرة ماركت سيار سيفن اسمع بير يغير اللعبة إلى ماتتش ماتتش لكن هنا التدخل اختلاص الكورة من عبدالإله العمري عبدالإله مع الكورة عبدالإله 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 سقط عبدالإله وزكريا سامر الإنزار الثاني تارت محرة لمصلحة النصر عبدالإله 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 سيارة لسلطان الغنام الغنام عربية لسه الكورة جوه المنطقة مران نزلت محاولة لسه الخطورة كورة عالية سالي عمرو وضغت عليه من رونالدو صل المرمى وكان فيه هدوء وهنا في الفار في الفار رباييني رباييني بعد أن شاهد الفار بيورك للجزاء للنصر بيورك للجزاء للنصر بيحتسب ركعدها إثارة رحلة كده السيد فرناندو من الإشارة بدلا من ساعة لسلولي وعند التنتح أدم صاحب الهدف هو اللي بينيل الإنزار بص رونالدو ساب الكورة إلى تاليسكا تاليسكا وإباسي تاليسكا وإباسي إباسي وتاليسكا وإباسي تاليسكا روح النصر روح النصر روح النصر تعيد النصر إلى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي ليتقدم العالمي رونالدو وتاليسكا اثنين النصر واحد أبها وهدف ثاني عن طريق تاليسكا اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة ستة وتمانين تاليسكا يسجل التاني في الدقيقة ستة وتمانين من علامة الجزاء ليتقدم النصر اثنين واحد ليقلب المباراة اللقطة الماضية الفارغ مع عبد الفتاح آدم ولمسة اليد إلا لأطها الفار وهنا تاليسكا رحلها إباسي ولكنها كانت قوية من تاليسكا لكن حدثني عن الإثار أقول لك رونالدو سبها لتاليسكا حتى يستعيد النصر بريقه تعاون ما بين تاليسكا ورونالدو والاحتفال لقطة بالتأكيد تحسب لرونالدو خذ الكرة وأن لتاليسكا تفضل انت روح البكاء والفرحة والدموع وسر من أسرار الانتصارات دائما وأبدا في النص هي روح النص وهذه اللقطة لا تسأل في النص كم حققت من بطولة ولكن اسألهم لماذا عشقتوا من نص رمين الطفولة هي روح النص إيده وهو كل ده التغيرات ما تعملتش اللعبة خرجت ودخلت لسه سلطان الغنام كل بجير يلعب الكرة سعد بجير عالية ولكن هنا عالية من رونالدو براسو يطلع العجيدي لسه الكرة جوه الملعب الزوري الزوري بيحاول الآن طبعا مش هيستريح إلا لو النص روسع الفارق أو الحكم أطلق صافرة النهاية وسعد بجير بياخد انظار دلو شاري بوف جلال الدين شاري بوف يا ولد يا ولد على المروغة لعرضية عالية جوه المنطقة كريستيانو بيحاول يستلم وياخد على صدره لكونن يلعب العرضية مرت الكرة لسه الخطورة قائمة ثلاثة مرة ما شاء الله عليه لكن خسرها لمصلحة عطوشي نزة الكرة ما شاري بوف يقطع ولكن يصفر وانظار على غسل سعد بجير واقف على التنفيذ سعد بجير سعد بجير يا ولد يا سعد ولكن نوافل عجيدي حلوة من سعد بجير ولكن ما شاء الله كرة القدم السعودية تكسب حارس مرمى موهوب اسمه نوافل عجيدي يا ولد مران محمد مران نزل سحب الفريق معا كويس في وسط ملعب قدم مباراة ممتازة محمد مران اللي خارجه هو وبيبتسم وبيغاد غار اللقبة في الجانب الايمن الى نواف بوشل نواف 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 بوشل عدى 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 نواف دخل جوه المنطقة نواف سقوط وحكم المباراة بيقول لهم طويلة ومحاولة ومعها صافرة النهاية النصر يحول تأخره الى انتصار والى منافسة على الصدارة اتنين النصر واحد عدى عبدالسك